نهار ده حتى دكتور جمال محمد علي يعني هو قاله مصدر هو الدكتور جمال قال لا حوار اطلاقا حول اقالة الكابتور حسام البدري وجهازه وانا باتفق معها برضو الحياة وقال هل احنا الاقالة دي في مصلحة الكرة المصرية الاجابة طبعا لا بصراحة برضا هجيب واحد يبتدي من جديد يقول لك ان لسه ماسك والفيلم ايال اللي احنا عارفينه والمبررات تبتدي تشتغل طبعا لا احنا مش مع قصة الاقالة في هذا التوقيت علي لو لقدر الله كنا اتغلبنا النهار ده لا كان باهبا فيه كلام تاني في هذا الاستوديو واعتقد في الاستوديوات الاخرى لكن خلاص ربنا سلم وامر بالتعادل وامر بالساد وعلينا ان نترقب وننترد ده كلامي انا المحللين هم حرين فالهم يقولوا كيفما شاءوا يعني في هذا الامر نهار ده جزء القمر لعبت بطريقة تحساها ودي دج يعني هم بيلعبوا الكورة من تحت لو انت كده رجعت شريط الزكريات بتاع المباراة انت بتتفرج ما بيلعبوش كورة طويلة خالص تلاتة ربع لعبوهم بيبدأ من تحت تك 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 ما بيلعبوش كورة طويلة دي خالص فالحقيقة تقصنا وعرفت حاجة ولا واحد في مصر يعرفها بس احنا هنا القائرة والناس لازم بلو معرفين كل حاجة طبعا فضل الله يعني المدرب العام المدرب العام بتاع جزر القمر هو نفسه المدير الفني لفريق ودي دجلة تحت 17 او 18 سنة حاجة زي كده وهو رولكو تصورتين جنب بعض هتشوفوهم دلوقت اهو بص يا سيدي لعليل علامة ده اسمه يونس زردوك يونس زردوك ده بيشتغل مع المهندس ماجد سامي رئيس النادي المحترم طبعا ومالك النادي ايضا بيشتغل مع المنتخب قبل المباراة باسبوع واحد يقول لي يعني هيمسكين هنا لا قبل المباراة باسبوع بيقوم رايح يونس زردوك ده للمهندس ماجد سامي صديقي العزيز يقول لي يا باشوانس بعد اذنك انا راح اسبوع مع منتخب بالتي بيروح وبيشتغل هناك مع الكوتش اللي موجود على الطريقة نفسها اللي بيلعب بيها ودي دجلة اللي هي طريقة تناقل الكرة من اسفل الى اعلى تبتدي عند حارس المرمى مرورا بخط الضار فالوسط فالهجوم وده اللي احنا شفناه ولو رجعت انت الشريط اللي في ذهنة كنت بتتفرج على المباراة النهاردة الضهرية هتوقن هذا الامر ده يعني معلومة كده طبعا احنا بننفرد بيها النهاردة كمان حاجة ما اصوتش بيها حاجة والله اللي انا هقولها دلوقتي خالص عشان ما حدش يفهمني غلط يعني تلاتين سنة اللي فاتت دول مرتين اخفق في تصفات امم افريقيا اخفق المنتخب الوطني في تحقيق فوز في اول مباراة تلاتين سنة اللي فاتوا دول اخفق المنتخب الوطني مرتين في التلاتين سنة في ان هو يحقق اي فوز في اول مبارتين في التصفيات المرة الاولى كانت 2015 تصفيات امم افريقيا 2015 كان الكابتن شاوي غريب هو المدير الفني المنتخب الوطني عندنا واخفق في اول مبارتين وهزم في اول مبارتين وخرج ولم يتأهل الى امم افريقيا 2015 والمرة التانية 2019 على يد الكابتن حسام البدري اخفق في تحقيق اي فوز في اول مبارتين وكانت تعادل من نصيبه امام كينيا وامام جذر القمر برضو دي ارقام لازم تعرفوه يعني لازم تعرفوه ان احنا ما حصلش ده على مدار 30 سنة الا المرتين دول ويشاء المولى انه الكابتن حسام البدري وكابتن شاوي غريب هم طرفين في هذا الامر زي بالظبط مكان الكابتن حسام البدري هو مدير منتخب الاولمبي ووقتها كان الكابتن شاوي هو مدير منتخب الاول والعكس صحيح ترجمة نانسي قنقر